مشاهدينا بعالم التنمية البشرية كل التفاصيل بتأثر على نفسيتنا ومزاجنا وحياتنا وكيف نتعامل مع الأمور حولينا وكيف هذا الإشي بنعكس على شخصيتنا وآداءنا اليومي وتعاملنا مع الآخرين لهيك تأثير الألوان بحياتنا كتير مهم كمان حتى نناقش هذا الموضوع أكتر نتعرف عليه وعلى خلفياته وتفاصيله ونعرف كيف نتعاطى معاه بالمستقبل راح يكون الضيفي داخل الاستوديو المدرب عصام جمعة خبير التنمية الذاتية والإدارية أهلا وسهلا فيك وسهلا فيك وسهلا سهلا سهلا ربا أهلا وسهلا أهلا فيك يعني بالبداية أستاذ عصام خلينا نحكي عن أهمية نشوف الألوان الحلوة حوالينا بالمحيط اللي احنا عايشين فيه بسم الله طبعا هو قضية العلاج بالألوان أو تأثير الألوان على الإنسان قضية قديمة حديثة نعم يعني هو يعتبر علم علم بحادثاته احنا نسميه الكلر ثرابي كيفية تأثير الألوان على نفسية الإنسان وعلى صحته حتى في قضية العمل طبعا علميا معروف أن كل لون له موجات وهذه الموجات تختلف من لون إلى آخر حسب اللون نفسه تمام بطريقة أو بأخرى سلبية أو إيجابية تعتمد على وضعه النفسي نعم يعني مثلا فيه ألوان بترفع ضغط الدم فيه ألوان بتنزل ضغط الدم فيه ألوان بتخليك بتخلي الواحد يشتري يعني هيك هو مش بس بيأثر على المزاج والنفسية هو بيأثر على صحة الجسد لما بيكون في مشاكل ضغط الدم فممكن أن يتحكم بضغط الدم على طريق الألوان هي تختلف حسب الوضع الصحي للإنسان نعم فمثلا شخص عنده ضغط الدم ممكن اللون الأحمر يأثر عليه سلبا لكن شخص عادي مثلا أو عنده همة قليلة تمام اللون الأحمر ممكن يعمل عنده حماسة أكتر فهذه القضية أدركوها الخبراء أدركوها الناس المعروفين مثلا في التجارة فيه ألوان ممكن تخلي الإنسان تجذبه من بعيد تخليه يشتري فيه ألوان بتمكن تخلي الواحد الإنسان يجوع مثلا تمام عشان هيك بالمركات التجارية وبكل الإعلاب والمنتجات اللي إحنا بنشتريها بيكون فيه إشي مميز بكل منتج لحتى يلفت انتباهنا ويأثر على نفسيتنا عند الشراء طبعا هذه المؤسسات والشركات الكبيرة عارفتها فبتشتغل فيها بذكاء مطلق نعم مش عبس الموضوع أبدا هو الموضوع طويل يعني يحتاج إلى عدة حلقات بس هي هيك بشكل سريع جدا جسم الإنساني بيحتوي على كل الألوان اللي ربنا خلقها في مراكز معينة نحن نسميها الشكرات مراكز الطاقة يحدث أحيانا أنه الإنسان يفقد لون أو أكثر من لون لسبب أو لآخر لصدمة لشغلة نفسية أو غيرها الإنسان بهذه الحالة يجب مطالب فورا أن يعيد اللون اللي فقده لأنه هذا اللون اللي فقده ممكن يعمله مشاكل جسدية مشاكل جسدية ومشاكل نفسية بنلاحظ أنه إحنا مقبلين على شتاء في شخصيات أجسادها تفقد الألوان بسرعة في أشخاص أجسادها تحافظ على الألوان كيف نعرف هذه الشخصيات؟ إذا أنت من الشخصيات التي تكره الشتاء وتكره الظلام ويصير حتى في ناس عندها حالات متطرفة بيصير عندها حالة اكتئاب الشتاء هدول أجسادهم يفقدون الألوان بسرعة ممكن بفصل الخريف منلاحظ هذه العادة أكثر؟ يبدأ الاكتئاب عندهم الشخصيات هاي بتحب الشمس طول اليوم بتحب الجو المشرق، بتحب الانطلاق، بتحب الضوء بينما الشخصيات التي تعشق الشتاء وتعشق الظلام أجسادها تحافظ على الألوان فهذه شخصيات تحافظ على الألوان أكثر من الشخصيات الأخرى طب يعني عندي فضول بس مع تقدم العمر والسنين صار يحب فصل الشتاء أكثر هون كيف يعني ممكن تكون اختلفت شخصيته ونفسيته وتعاطيه مع المحيط حوله؟ طبعا لأنه مثلا شخص كان بشبابه يحب اللون الأحمر على كبر صابه ضغط دم اللون الأحمر بصير هو يكرهه ليش؟ لأنه هو اللون الأحمر أصلا بيرفع ضغط الدم فبالتالي بيخليه يكره هذا اللون يميل إلى الألوان الباردة اللي هي اللي بتخفض ضغط الدم زي اللون الأزرق فمثلا كيف بيستخدموها استخدامات الألوان احنا بنلاحظها كتير في حياتنا مثلا في الطب بتلاحظي أنه الأطباء بيلبسوا لون أبيض لكن في غرفة العمليات بتلاقيه لابس لون أخضر أو أزرق خاصة اللون الأخضر ليش؟ لأنه اللون الأخضر علميا مفيد للقلب والأعصاب وللعقل وهو مهدئ للآلام والإرهاق الطبيب اللي بتعامل مع الدم طوال الوقت في العمليات الجراحية اللون الأخضر هاد بيحميه طبعا بيحمي المريض أولا قبل العملية وبيحمي المريض الدكتور نفسه خلال العملية لأنه الطبيب إذا استمرت العملية فترة طويلة ويتعامل مع اللون الأحمر ممكن يصاب بفقدان وعي بسبب هذا اللون المتواصل اللون الأخضر بيحميه عشان هيك رب العالمين وضع لون لون الطبيعة يعني ما في شي بنعمل عشوائي مثلا اللون الأحمر اللون الأحمر من أكثر الاستخدامات لو وضعنا كلمة سيل كلمة سيل داخل دائرة حمراء تجذب المشتري من مسافة بعيدة أول إيش تجذبه لأنه اللون الأحمر الموجات تاعته طويلة فعشان هيك نحن نشوف من بعيد نشوف على إشارات المرور اللون الأحمر للوقوف عشان مسافته بعيدة الأخضر بيكون لمسافة أقرب زائد بيجعل عندك رغبة للشراء إذا مطعم يثير بالإنسان الجوع اللون الأحمر صحيح بدخل الإنسان على مطعم الوجبات السريعة بتلاحظ بالوجبات السريعة شو كلمة السر في المطاعم كلها بتكون لون أحمر ومقاعد غير مريحة ليش؟ المقاعد الغير مريحة بتخليك مش مرتاح أولاً بجلستك تانيًا اللون الأحمر من كل جانب بيخليك تتضايق فبالتالي تخلص وجبتك على السريع وتقوم وهذا اللي بدهم إياه المطاعم إنك إحنا مطعم وجبات سريعة ما بدنا إياك تطول فكيف بدنا نطردك بطريقة مؤدبة فبيعملوها بطريقة لون أحمر قاني زي الدم الإنسان كيف ما تلفت يلاحظ إنه لون أحمر فيشعر إنه تدايق فبيقوم بيصير عنده هيك السرعة بالضبط لو عملوها ألوان هيك هادئة دهبية وزرقة والله ما بيقوم من ساعتين فعشان هيك المطاعم الفاخرة أو المطاعم المعنية بسهرة طويلة أو كذا بتكون ألوانها كتير هادئة وكتير طبيعية طمع نمكن استخدامها مثلا في قضية الدراسة مثلا اللون النيلي اللون النيلي معروف أنه بنشط الذاكرة بشكل كتير كبير أنا مثلا لو ارتديت اللون النيلي وقت هذا الامتحان ذاكرة رح تشتغل بطريقة أقوى طبعا كيف الواحد ممكن الإنسان يشحن حاله بالألوان في أربع طرق من أشعة الشمس ما في شمس ممكن من خلال الغذاء لأنه التفاح الحمرة تختلف عن التفاح الصفرة تختلف عن التفاح الخضرة حسب اللون اللي موجودة فيه كمان والنظر واللباس أنا ليش جماعة هدول الأربعة إذا ما لقيت وحدة بتلاقي وحدة من الأخرى لأنه مش كل الألوان موجودة مثلا في الطعام الشمس مش دائما موجودة في فصول لكن ممكن تصاعدانها باللباس وبالنظر فأي واحدة من هدول نقصت الثانية ممكن تسكر عنها مثلا اللون الأزرق معروف أنه بيخفض ضغط الدم ولون كتير بارد بحث يدوء وسلام هذا لو عملناه في غرفة النوم بيطلع كتير ممتاز اللون البرتقالي مثلا طبعا أنا بحكي بس صفة واحدة ما هي الألوان إلا أكتر من صفات مضاد للإكتئاب عشان هيك بتلاحظيه في بعض السجون بيلبسوا السجين لون برتقالي منعا للانتحار زائد أنه بيفتح الشهية فلو وضعناه في مطبخ بيخلي الإنسان يستمتع بطعامه ومش يأكل كميات أكتر يستمتع هذا اللي بيختلف عن اللون الأحمر اللون الأحمر لا يختلف هو بيثير في الإنسان الجوع وبيجذبه لكن هذا بيخليه يستمتع في طعامه حبيت الفروقات البسيطة هاي بس عن جد إلها تأثير كتير كبير طبعا طبعا هذا علم كبير كبير اللون الأسود بيعطي قوة وثقة بالنفس لكنه مثبت للشهية يعني كيف ممكن هنستخدم بطريقة ذكية إنه حدا بده ينحف نفس الطعام اللي أنت بتاكله عليها ملاء سوداء حطي الطعام فوق الملاء السوداء بتاكل كميات أقل لأنه اللون الأسود الموجود بيخليك تاكل الكمية أقل لأنه يثبت الشهية عندك ممتاز هاي نصيحة لكل اللي حابين يعملوا رجيم بالضبط يعني هلها استخدامات كتير كتير كبيرة اللون البينك مثلا هو أكتر شي بيستخدمه أنه مهدئ للعدوانيين فأكتر شي بيستخدمه في المصحات العقلية في عنبر الخطرين بيكون لونه بينك وفي مصارعة الثيران إذا بتشوفيها كيفية كيف بيهدوا الثور في المسابقات اللي بتصير مع أنه الثور لا يرى لا يرى هو عنده عمى ألوان لكن الموجات مثلا موجة اللون الأحمر بتثيره موجة اللون البينك قوية جدا بتخليه يهدى إذا لاحظت أنه كيف بيعملوها في هذه المسابقات فكل لون بيكون إله دلالات كيف إحنا نستخدم هاي الدلالات لدرجة أنه في أمريكا كان في برج بسمه برج الانتحار أي شخص بده ينتحر يرمي حالهم هداك المكان لونه أسود كئيب كيف الحكومة الأمريكية بتهتمنع هذه الحالات احتدت إلى طريقة العلاج بالألوان طلطوا بلون وردي جميل خفت حالات الانتحار إلى العشر في اليابان نفس الشي عملوه لون دهبي هيك فرايحي جميل أيضا خفت حالات الانتحار فإنه الألوان بتأثر على نفسيتك فإن تكون ذكي في اختيار الألوان مثلا ما تتعامل مع اللون الأحمر لفترة طويلة لأنه ممكن يرفع ضغط دمك خلي لون غرفتك النوم أزرق المطبخ برتقالي الحمام أحمر عساسي ليفوت يطلع بسرعة لأنه أصعب شي في الدنيا يجي واحد معاه يمساك يلاقي في الحمام واحد معاه إسهال أو العكس واحد معاه إسهال يلاقي واحد معاه إمساك واطلع اطلع بدوش يطلع مااخد راحته لكن الأحمر منحل هاي المشكلة باللون الأحمر بيخليك تخرجه بسرعة هذه على فكرة قضية موجودة لكن تخيلي أنا في مكان عملي مكان عملي كله أحمر نعم 8 ساعات بقعد في هذا المكان إذا معكاش ضغط دم رح سير معك ضغط دم دير بالك من هذه القضية خلاص ما بصدق تروح يلا يخلص الدوع حتى لو ما معك فأي لون أنت بتحبه هذا بدل إنه هذا لونك المفضل فيه إلو دلالات أي لون بتكره هادة السؤال رح أسألك إياي يعني فيه الأشخاص حوالينا بيركسوا على لون معين ب لباسهم فهذا الإشي كيف بعبر عن شخصيتهم يعني دلالة كلهم بالنسبة لكل شخص حسب شو بحب قضية الدلالة هاي قضية صعبة لأنه فيه لها عدة شروحات لكن مثلا بقولك بشكل سريع مثلا أنا بحب اللون النيل أو اللون الأزرق ممكن لأنه ضغط دمي عاري شوي اللون الأزرق بيهديني فأنا بحب اللون الأزرق بكره اللون الأحمر فتختلف إنسان إلى آخر لكن اللي بقصده إنه كيفية استخدام هذه الألوان في حياتنا بطريقة صحيحة ولاحظي أنه إحنا كمان بنعبر عن حالتنا النفسية بالألوان وهي تختلف من ثقافة إلى أخرى صحيح واللي بحب كل الألوان أستاذ عسام إنسان متوازن نفسيا جميل جدا فإذا ما عندك إذا عندك أنت كره لأي لون على فكرة يعني ممكن إذا قلت لي أنا في هذا اللون بكره مستعد أقول لك شو فيه بصير عندك أعراض ما سأقول لك أنا بكره هاللون الأصفر هذا بيصير عنده مشاكل على فكرة في الرئة في البنكرياس في الكبد بيصير عنده مشاكل في الكلا بيصير عنده مشاكل في جهاز تنفسي أقول لك أنا بكره هاللون البرتقالي بقول لك رح يصير معك مشاكل هيك 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 وأنت عرضة للاكتئاب فتصالح مع كل الألوان يعني أنه كل لون يجب أن يكون موجود حب كل شيء حوالك بالضبط وإي شيء حتى بتلبسوه شوبر لبسه في البيت المهم أنك تشحن جسمك بهاي الألوان وزي ما حكينا هي بتختلف من ثقافية لأخرى نعم يعني أستاذ عصام بنهاية أنا مضطرة أختم لضيق الوقت لكن حب أنوه لشغلة كتير صغيرة أنه يعني بالبداية لما اتفقنا أنويك على موضوع الفقرة يكون تأثير الألوان على حياتنا فحكيت أنه رح يكون كتير شيء بسيط وسريع أنه دلالات الألوان ومعانيها وكيف يتأثر علينا بس فعليا اللي اكتشفته أنه في خلفية كتير كبيرة عن الموضوع وأكيد نحكي فيها كمان مرة أكتر وندخل بعمق هذا المجال أكتر ما حكيناش خمسة بالمئة نحن عن الموضوع يسعد صباحك يعني مرة شكرا مشاهدينا مكملين معكم مشولتنا الصباحية في برنامج هوانا الوطن لكن فاصل قصير ونعود بعدها لنكمل هذه الفقرات